السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا بركة رمضان وأن يرزقنا بركة هذه الأيام وأن يستجيب دعاءنا وأن يتقبل أعمالنا وأن يمحو خطيئاتنا وأن يرزقنا العثق من النار اللهم أعتق رقابنا من النار واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر آمين أحبكم في الله هنا المدرسة الربانية وهذه دروس رمضان هدى وشفاء مع سورة آل عمران ووقفنا مع المتلازمة الجميلة الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار تهينا من الصادقين والصابرين ثم القانتين القانتين أيها الإخوة الإسلام دين عظيم من مكامل عظمة الإسلام أنه دين واقعي يحكم الحياة كلها فالمسلم له سمت يعني إيه سمت يعني له شكل مرسوم إزاي المسلم له شخصية متميزة المسلم له شخصية رسم الإسلام حدودها ومعالمها لأي يسموها بقى الهوية الهوية اللي هي دي ملامح الإنسان لو يقولك واحد شكله ملامحه ايه تلاقي الرسام لما يجي يرسم واحد يقوم بيحط كده ايه مثلا التجاعيد اللي في الوجه شكل الحواجب حجم الودان حجم البق حجم الأنف حجم العين دي الملامح دي هي دي هوية الإنسان في الإسلام من هوية المسلم في الإسلام إنه إنسان قانت ودور على معنى قانت في اللغة خاشع الساكن المطمئن المخبط المقبل لكن المقصود بيها بقى في شخصية المسلم إنه إنسان راسخ ربنا سبحانه وتعالى قال ايه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ما تبقاش خفيف أو حد يستخف بيك يتلاعب بيك المسلم الشخصية اللي ربنا جل جلاله أمروا بيها لهو الإنسان التقي الورع المحب لله المطيع لله غير زائغ البصر ولا كثير اللغط والكلام واللغو ولا يسمع أي حاجة ولا يجري وخصوصا في الصيام وبمناسبة إنه نحن في رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل وإن سابه أحد أو قاتله قال إني صائم هي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا صخاب بالأسواق صخاب يعني صوته عالي وبيعمل هيصة هذا هو القانت هذا هو القانت هو ده معنى القانت اللي هي إيه زي ما رسول قال هنا في الصيام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل هو ده القانت هو ده الإنسان سبحان الله لا إله إلا الله أما تشوفه كده تقول الله أكبر هي دي المؤمن إذا رؤي يذكر الله ده القانت ده القانت في لبسه بقى في هيئته في كلامه في طبعه في سكوته في صمته في حركاته في سكناته قال إيه سيدنا عبد الله بن مسعود لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب اللي تبص بقى لابس إيه وشكله إيه وحلق شعره إزاي ودأنه وشنبه إيه في إيده إيه وفرقبته إيه استرنا القانت والمنفقين الإنفاق الإنفاق في سبيل الله أو الإنفاق لوجه الله من مكارم الإسلام العظيمة المأمور بها من الأصول الأصيلة شوف أول آيات في المصحف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون في الأول على طول كده في البداية كده أول الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل المدينة الأعراب يقول فجئته فنظرت في وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب أو ده القنوط أني لي بصول كده يقول إيه أو ده مسلم قال بيها الرسول للمدينة الإنفاق والبذل ذلك الإسلام جاء في البداية ولم يحدد قيمة الزكاة زكاة المال النهاردة وعروض التجارة ربع العشر زكاة في المساقى التي تسقيها السماء العشر وفي غيرها نص العشر ونك أنصبة للزكاة في الإبل وفي الغنم وفي البقر وفي كل شيء في السمار والمزروعات وفي عروض التجارة وفي الذهب والفضة وفي الأموال المكنوزة الإسلام فرض زكاة على كل أنواع الأموال تعطى للفقير سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه السلام لما أرسل معادن إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإذا هم صلوا فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم هنا اسم تأخذ من أغنيائهم أغنيائهم وترد في فقرائهم تأخذ من الغني اللي الفقير شايفه وشايف غنا عسا ما يحقدش عليه ولا يحسده ولا يسرقه ولا يطمع فيه الغني ده يديره يفيد عليه وقد اتفق علماء الأمة والاقتصاديون والأغنياء وأهل الحسابات أن لو أن المسلمين أخرجوا زكاة أموالهم فقط 2.5% لما بقي على ظهر الأرض مسلم فقيش هتكفر هتغني الفؤر هدول كلهم لن تجد في المسلمين سائلا ولا معدما لو الأغنية طلعوا الزكاة بحق الله في موضعها الذي أمر الله به ربنا حدد موضع الزكاة مصارف الزكاة بتمام مصارف إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية الشاهد ايه بس هنا المنفقين في أول الإسلام خمستاشر سنة من البعثة لم تحدد الزكاة كان الأمر مطلقا بالإنفاق أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا الأمر بالإنفاق أنفقوا 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 ونزلت الآيات لتنزع ملكية المال من يد الإنسان قال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم مش فلوسك الأعراب قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك قال حمله للرجل النقل فهي كده مش فلوسك ولا فلوس أبوك دي فلوس ربنا دي فلوس ربنا جل جلاله ادهالك ليه قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه من ذلك بقولك الفلوس اللي في إيدك دي اللي ربنا ادهالك انت مش عارف دي ربنا ادهالك لمين ممكن الفلوس اللي ربنا ادهالك دي 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 رزق لامك رزق لأختك الغلبانة رزق الجارك اللي اللي مش لاقي ده رزق لزميلك في العمل المحزور ومديون رزق للبواب ولا للزبال ولا انت متعرفش ربنا ادهالك لمين ده مش ليك ربنا قال كده وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ده ابتلاء وفتنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل امة فتنة وفتنة امة المال فتنة فلذلك المنفقين انفق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا خير في هذا المال الا من قال به هكذا وهكذا 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 واشار بيده الى امامه وخلفه عن يمين وعن شما بحطر يقول لي يقول لي يا عم الشيخ دم ليل ونهار ام لين يقول النا لا انا ما بقولكش بحطر في الشهوات ولا في شراء واسراف وانما تصدق تصدق على الفقراء تصدق على الفقراء شوف واحد غلبان ادي له اللي يكفيه يأكل ويشرب ويعيش بالحلال وشوف واحد غلبان انتشروا بقى من الفقر وانقلوا نقلة ادي له مشروع يشتغل فيه يأكل ويشرب ويخرج زكاة هي دي لازم تفكر ازاي تقدر تخدم دين ربنا بفلوسك دي انك تنزئ الفقر عن بيوت المسلمين وفقراء المسلمين شوف اكفو الولد والتنين يتامة مش عشر اجنب الشاش ما عدتش العشر والعشرين والمية والخمسمية والالف تعمل حاجة النهار ده في تعليم الولد ده وصحته وتربيته اتبنى مش اتبنى يعني خليه باسمك لأ وانما تبنى الانفاق عليه والتصدق عليه ورعايته تعليمه وامتبع صحته هو دي ربنا اعطاك المال عشان كده انا انزلنا المال لإقام الصلاة وايتاء الزكا والمنفقين والمستغفرين بالاسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين الكرم والجود والبدل والانفاق والمستغفرين بالاسحار وبالليل بقى قائم يا اخوة لما نبص للصفات الخامسة دي صابر صادق سمته حسن قانت منفق متصدق بذل وبالليل واقف يصلي ويستغفر ويدعن ام من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخرة ويرجو رحمة رب هو ده المستغفرين بالاسحار شاهد الله انه لا اله الا هو والملائكة والملائكة والو العلم قائما بالقصد لا اله الا هو العزيز الحكيم ربنا جل جلاله في هذه الاية بيشهد لنفسه بالوحدانية والاية دي من ايات العظيمة في رفع قدر اهل العلم اما الله شاهد لنفسه بالوحدانية وذكر في الاشهاد على هذه الوحدانية الملائكة والو العلم فالو العلم على الدرجاتهم وسمت منزلتهم بذكرهم هنا في الاضافة مع الله ومع الملائكة في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية اسأل الله عز وجل ان يرزقنا التوحيد حق التوحيد ان يحيينا عليه ويتوفانا عليه سبحانه وتعالى ثم الوقفة التي بعد ذلك يقول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير عزاء قلتلكوا اخوة ان القرآن العظيم ده زاد ونوف وبركة وعظمة القرآن ده دواء هدن وشفاء ولكن الواحد لما يقرأ الايتين دول تحسب سكينة في قلبك وروح سرت في روحك قل قل ولما ربنا يقول لك قل قول قل اللهم مالك الملك قول قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء ولاحظ كلمة تنزع تنزع تعلمتها من صغري انك انت في اذكار الصباح الرسول صلى الله عليه وسلم علمك انك تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير ميت مرة غير العشرة اللي بعد الصلاة ميت مرة ميت مرة تلح على نفسك ان الملك ده ملك ربنا قبل ما تخرج لملك الله ان الملك ده ملك ربنا وبيد الله ولا يقدر على درة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مسقال زرة لا يملكون مسقال زرة حد الشيء يملك في هذا الكون مسقال زرة واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمع ولا ان يضروك لن يضروك الامة لو الدنيا كلها اجتمعت انها تنفعك بزرة مش هتنفعك الا ان يشاء الله ذلك اجتمع اجتنفعوك 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 ميت مر الصبح وميت مر المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كررها على نفسك قبل ما تخرج للدنيا الصبح ألح بها على نفسك إن أنت لحدش يقدر لا يملك أحد لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا كل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء مش شرط معنى كلمة الملك إنه يبقى مالك يعني إنه يبقى ريس يعني إنه يبقى لا وإنما أي شيء أنت تملكه من ملك الله عربية ولا شاءة ولا إرشين فلوس ولا نعلك اللي أنت بتملكه ربنا بيعطي من يشاء ما شاء قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء سبحان الله العظيم يبقى لازم اعتقادك ده هو اللي بيحميك بيحميك حماية لما أنت تعتقد إن الكون ده كله بإيد ربنا وربنا اللي بيعطي منه من شاء ما يشاء ويسلب ما شاء ممن يشاء لما تعتقد ده يحصل تعلق القلب بالله اللي هو ده اسمه توحيد الربوبية أن ترضى بالله مقسما للأرزاق اللي رزقك الزوجة دي ورزق ده الزوجة دي ودك الشقة دي وده ده البيد ده والفلة دي والقصر ده والعمارة دي ودك انت الشغلانة دي وده ده الشركة دي الله عشان كده ربنا علمك قال لك إيه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله بدل ما تبصه وتتمنى اسأل الله من فضل اللي اداله ربنا مش هو اللي جابه بنفسه اللي قسم له الرزق ده ربنا لو عايز زيه قولي اللي اداله الآيات العظيمة دي لنا وقفة تانية معها نكمل بإذن الله أحبكم في الله وإستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته